اشتركوا في القناة يعني من شركة الابل يعني هذا الدرس سوف يخص كل هواتف الايفون والايباد وهي كما ترون في الشاشة ان الالوان لا توجد ونرى الصورة بالاسود والرماضي فكيف الحل من التخلص من هذا المشكل فالحل جدا بسيط فقد يقع لك هذا المشكل جراء قد اي تغيير في الاعدادات ويكون الامر مفاجئ للجميع كما هذا الشخص سوف نقوم الان بشرح الطريقة ببساطة فهي جد سهلة نذهب الى sitting ثم general ثم سوف نذهب الى accessibility ثم سوف نلاحظ ان هناك خيار nuance degree سوف نقوم بإلغاء تنشيط هذا الخيار ثم سوف تعود المياه الى مجاريها نعاود general ثم nuance degree ثم نقوم بإلغاء تنشيط هذا وكما ترون الالوان عادت بكل سرعة كما ترون الامر جد سهل هنا لجعل الشاشة سوداء وبهذا تكون الطريقة كما ترون جد سهلة ولا داعي الى فورمات او اعادة تفليش الطابليت او غيرها من الهواتف الايفون ارجو ان تكونوا قد استفدتم معي في هذا الموضوع القصير دمتم في احسن حال والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة